اشتركوا في القناة وفي اليوم ستكون من اكثر القصص غرابة واذهاشا التي صورتها في مسيرة هذا لذا فهذه الحلقة مميزة انا الان في ويليامسبورغ وهي الجزء الاكثر عصرية في المدينة هنا بين الاشخاص الرائعين والمبدعين يعيش مجتمع ضخم من اليهود الحاسدين انها طائفة مختلفة من اليهود لديهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة والتي هي غير معروفة الحاسدين طائفة يهودية محافظة هي صارمة الحقيقة هي الاكثر صرامة وهؤلاء ليسوا اليهود الذين يعيشون في فلسطين فهنا مجموعة مغلقة ومعزولة تعيش وفقا لقواعد صارمة هم لا يسمحون بدخول الغرباء ابدا ولا يعرف سوى القليل عن حياتهم نطلب منذ شهرين للعثور على شخصيات للفيديو وكل هذا لفهم كيف تعيش هذه المجموعة اليهودية لذلك لنبدأ بهذه الرحلة الحصرية التي اخذت من الكثير من الوقت والجهد لنصورها هيا بنا تسمية الحاسدين تعني يهودي أصله وجذره في أوروبا الشرقية بدأت الحركة الحاسدية في تلك الأماكن قبل ثلاثمائة عام وفي الأربعينيات انتقل الكثير منهم إلى الولايات المتحدة وسكنت أغلبيتهم في مدينة بروكلين يوني هو حاخام من طائفة خاباد لوبافيتش الحاسدية تتكون الحاسدية من طوائف مختلفة وتختلف عن بعضها البعض في تقاليدها الدينية ودرجة التشدد أيضا لديه اختلافات كبيرة في بروكلين لوحدها هناك أكثر من 200 مجموعة حاسدية خاباد لوبافيتش ربما هي أكثر مجموعة حاسدية انفتاحا بالأحرى يوافقون أحيانا على إخبار الناس عن أنفسهم لذلك أن أتحدث معهم تختلف المجموعة بنسبة التشدد آري الذي يبلغ 22 عاما نشأ في طائفة ساتمار الحاسدية واحدة من أكثر الطوائف الحاسدية صرامة وانغلاقا من المستحيل التحدث إلى شخص من ساتمار إنهم لا يتحدثون إلى الغرباء ولا يخرجون إلى العالم الخارجي تقريبا برأي ساتمار هي واحدة من أكثر الطوائف الحاسدية تشددا وانغلاقا ونتحدث لآري لأنه غادر المجموعة منذ خمس سنوات وهذه حالة نادرة جدا أي شبه مستحيلة مستحيلة تقريبا لقد غادرت المجموعة رسميا في الثامن عشر في مرحلة ما أدركت أني لن أموت لو توقفت عن إطاعة قواعدهم لذلك غادرتهم المثير للاهتمام والمهم للغاية هو أن الحاسديين لا يتحدثون الإنجليزية رغم أنهم يعيشون في أمريكا هم يتحدثون اليادشية لا يتكلم اليادشية كل ليهود إنها لغة نادرة جدا كبرت وأنا أتحدث بها ولوقت طويل كانت اللغة الوحيدة التي أعرفها وكما تضح لا يتحدث الجميع الإنجليزية أنا شخصيا أعرف أشخاص لا يستطيعون تكوين جمل كامل عندما يحاولون التحدث بالإنجليزية هذا غريب كيف يمكن هذا في نيويورك؟ إنهم يعيشون في نيويورك لكنهم لا يحتاجون إلى اللغة الإنجليزية لأنهم عموما يذهبون إلى المتاجر والمطاعم حيث يتحدثون اليادشية لذلك هم لا يحتاجون هذا هو الشارع الرئيسي وكما ترى لا توجد متاجر مشهورة هنا لا ستاربوكس ولا مكدونالدز يعيش الحاسيد في عالمهم الخاص فلديهم منازلهم ومتاجرهم ومدارسهم الخاصة أيضا هذه فريدا حاولت لفترة طويلة إقناعها بإجراء مقابلة وقد وافقت هذه أنا منذ عدة سنوات في خطوبتي نشأت فريدا في مجتمع ساتمار الحاسيدي المحافظ وتركته أيضا بالنسبة للمرأة إنه عمل جريء للغاية ومستحيل عمليا تقريبا شيء مجنون بالنسبة لهم اشترك بالقناة إذا كنت مهتما للتعرف على حياة الناس في الدول الأخرى وللطلاع أكثر على فيديوهاتي كلما زادت الاشتراكات زادت زيارتي لدول مختلفة لعمري الخامسة والعشرين عشت في مجتمع حاسيدي كنت واحدة من خمسة عشر طفلا في العائلة وتزوجت باتفاق من رجل من هنا من وليامسبورغ الآن فريدا من أجل كسب لقمة العيش تنظم جولات بالمنطقة الحاسدية وليامسبورغ وهذا علما بأن النساء الحاسيد لا يعمل ولا يتلقون أي تعليم وبهذه الطريقة سمحت لي بالمجيء في جولتها وتصويرها بالفيديو ولكنها ما زالت ترفض الحديث عن تجربتها الشخصية إنه شيء غريب وسري تقريبا أشار كنيس في العالم كل شعوب العالم تستقبل طاقة الحياة من هنا من وجهة نظرهم الصوفية عنوانها هو 770 والسبعة هو رقم صوفي للغاية في اليهودية لندخل الكنيس عند المدخل على كل باب توجد ميزوزا وهي لفافة صغيرة بها أهم صلاة لليهودي اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد والتي يجب أن تعلق على كل باب في المنزل البعض يلمسها فقط والبعض يلمسها ويقبلها أهلا بك هنا يصلي الناس إنها مركز حركة تيخابة لبافيت بعد تخرج من المدرسة الدينية يأتي الجميع للدراسة هنا قبل الزواج إنها من عادتنا تقع هنا مدرسة دينية حيث يدرسون التلمود والقانون اليهودي والفلسفة اليهودية أيضا يدرسون الكثير من الأشياء هذه بمثابة المحطة الأخيرة قبل الزواج أو إذا كنت تريد أن تصبح حاخاما هذا مثل المنزل ها هو الحاخام لبافيتش هنا بيتنا هنا نتعرف على الحياة عندما كنت أذهب إلى المدرسة الحاسدية كنت أقضي وقت هناك من الصباح حتى المساء هناك كنا نتناول الإفطار والغذاء والعشاء وكنا نصلي وندرس بعدها أعوذ إلى المنزل في الصباح مجددا أعوذ إلى المدرسة كانت المدرسة المكان الوحيد للحصول على المعلومات أو مشاركتها مع الآخرين المكان الوحيد فلم يكن هناك مكان لتبدل المعلومات بالفعل تذهب إلى المدرسة من عمر السنتين هل تتذكر الأطفال الذين رأيناهم يأخذون من المدرسة؟ ما هو العمر الذي تبدأون فيه بتعلم الدين؟ بعمر السنتين أو الثلاثة عمر مبكر عجيب نحن نذهب فقط إلى المدرسة الدينية لن نتعلم شيئا آخر من العلوم الأخرى مع الفتيات الأمر مختلف يدرس الأولاد التوراة والنصوص الدينية بينما تدرس الفتيات تخصصات أكثر علمانية لأنهن ممنوعون من دراسة التوراة لم يسمح لي بدراسة الكتب المقدسة كنا نتعلم الرياضيات والعلوم والتاريخ وكذلك التواضع وقليلا من الكتاب المقدس إنهم يدرسون بأزواج التي تسمى هافروسا حيث يحاولون دراسة التلمود التلمود مكتوب باللغة الآرمية لذا يحاولون فهمه ويتجادلون مع بعضهم البعض ويحاولون معرفة معنى نص التلمود وهنا جرت التبرع عليك أن تمي قطعة نقود قبل أن تصلي وهذه طريقة سهلة لمساعدة شخص محتاج كل يوم أفضل طريقة لبدء يومك قبل الصلاة فتقول لنفسك أجل لقد فعلت شيئا جيدا من أجل شخص ما تعلمنا من التوراة أن نؤمن بإله واحد وأن نعرف أن المسيح سيأتي وسيأتي المسيح وينقذنا هذا كل شيء من أجله لم أرغب في دراسة أي شيء في المدرسة الدينية لذلك من الأفضل التي تسألني عن اليهودية لأني لا أعرف عنها الكثير اسأل عن تجربتي التورا هو كتاب يعلمك الدعاء لله وكيف تبني علاقة مع الله أي عندما تتعلمها فإنك تفهم كيفية بناء علاقة جيدة مع الله كيف تصلي بشكل صحيح وكيف تريح قلبك هذا ما نتعلمه من كتابنا المقدس نتعلم الكثير من الأشياء لا حصلت على الكثير من المعرفة لكن ليس بقدر الآخرين لأنني جبرت على ذلك كنت أرفض كثيرا التساءل لماذا؟ هل يمكنك إثبات ذلك؟ بالطبع لم يعجبهم ذلك لم تكن هذه الطريقة التي أرادوا أن يعلمونا بها نحن هنا لا نقول للأطفال جملة عندما تكبر ستفهم لا تسأل الآن أحيانا يحاول الدين أن يجعل الناس جاهلين ويقول لهم لا تسألوا اجلسوا وفعلوا ما يقال لكم لكن ليس هنا هنا عليك دائما معرفة المزيد ولهذا السبب يطلق علينا اسم شباد عندما تكون طفلا يتم تقديم العديد من الأشياء الدينية كحقيقة أي هذا هو الواقع ولا شك فيه وهكذا من السن المبكرة حتى لا تطرح أسئلة كثيرة وهكذا يسيطرون على الجميع ويغسلون أدمغتهم حتى يبقوا مخلصين لا تسأل ولا تستفسر عن أي شيء كل ما عليك هو فقط تتبع ما يقال لك وعدم التفكير في أي شيء أو تفسير لما تتعلم فقط تستمع وتأخذ تلك المعلومات وتعمل بها ولهذا الناس في السلطة يبقون مسيطرين على أدمغتهم في اليهودية تم تداون التورا عبر الكتب لأجيال منذ جيل سيناء نسمى بأهل الكتاب انظر لكل هذه الكتب التي تعلم الأولاد الشريعة اليهودية والفلسفة الحسيدية والتصوف في كل بيت يهودي سترى العديد من الكتب حيث دراسة الكتاب المقدس والتوراة جزء مهم من حياتهم اليومية هل يسمح لك بقراءة كتب غير يهودية؟ مثلا كتب الخيال العلمي أنت تقول أنه مسموح هذا ما سمعته لا توجد مراقبة في مجموعاتنا الحسيدية نحن لا نخضع لمتطلبات أو قواعد محددة طبعا لا أريد أن يقرأ أطفال روايات تعلمهم شيئا صيا وبنفس الوقت نعلم أن من المفيد في الثقافة العلمانية قليلا لذلك نحاول أن نملأ رؤوسهم بأفكار لامعة عن قصص من حاخامات حسيديين السابقين وقصص يهودية أي إذا قرأ فيقرأ شيئا جيدا إنها مكتبة عامة والمضحك هو أن الفتاة هنا لا يمكنها الذهاب إلى تلك المكتبة هذا ممنوع أي تذهب إلى المدرسة التي بجوارها وتكون بالقرب من كل تلك الكتب ولكنها محظورة من الدخول لأنها عالمانية وممنوعة لن تستطيع قراءتها أبدا هل تقرأ أي كتب غير الكتب الدينية؟ الكتب اليهودية أقصد هذه حرية كاملة هناك مكتبات ويمكنك قراءة ما تريد ولكن إذا كنت تريد قراءة الكتب من أجل المتعة فلا مشكلة لكن إذا كنت تريد معرفة الحياة وعلى أي شيء تدور أنت لديك الكثير لتقرأه لديك الكثير من الخيارات نقرأ باستمرار القراءة مهمة جداً للحاسدين قراءة ماذا؟ النصوص دينية ولا شيء آخر لم أذهب إلى المكتبة من قبل ليست لديك خيارات كثيرة لم أذهب لأي مكتبة لم أذهب لا أعرف إن كان مسموعاً ولكن موسيقى راب عالية من السيارة في الخلف والغريب أن منطقة الحاسدين تقع بجوار الجيت الأسود وههم جنباً إلى جنب اليهود الأرثودوكس المتشددون والأحياء الفقيرة للسود في نيويورك موجودة جنباً إلى جنب نوع من التعايش بين الفئتين شيء جيد يمكنك أن تتعرف على المبنى الحاسدي من لون الطوب البيج هل ترى تلك الشرفات إنها مبنية خصيصاً للعيد اليهودي الذي سيكون في الشهر المقبل حيث يجب أن تكون شرفة في الهواء الطلق وإلا فلا يمكنك إقامة حفلة الأغفاص على النوافذ هي أيضاً ميزة حاسدية يحتاج الناس إلى مساحة أكبر ولتفرغتها من الأطفال فهم يضعونهم على النوافذ إذا أتيت إلى بروكلين وقررت استئجارة أو شراء منزل ما فبنسبة 70 إلى 80% أن اليهودي الحاسدي هو من يملك هذا المنزل وسيؤجره لك إنهم يملكون الكثير من المنازل والعقارات هنا أعرف الكثير من الأشخاص الذين يعملون في البناء وحقيقةً معظم المباني في بروكلين مملوكة للحاسدين بسبب كل الاضطهاد الذي تعرض له اليهود في أوروبا وروسيا وبولندا وبسبب الهولوكوست بعد كل هذا أراد الناس ترتيب حياتهم لتعليم أطفالهم تعليماً جيداً ونجحوا في ذلك أريد أن يكون ابني محامياً وطبيباً ورجل أعمال ولهذا تحتاج إلى العمل الجاد وكسب المال المال لا يأتي من العدم تخيل يهودياً مجرياً نجى من المحرقة وجاء إلى نيويورك يرى منزلاً للبيع مقابل 100 ألف دولار ويقول لنفسه لقد نجوت للتوم معسكر الاعتقال لا تقلق بشأن المائة ألف وبنفس الوقت شخص عادي يرى المبلغ ويفكر أن المائة ألف مخاطرة كبيرة أهم شيء هو الإصرار والعمل لا خوف لا نخاف بعدما رأيناه هناك تحفيز وشجاع مكتوب هنا لا للمخدرات لا للأسلحة لا للهواتف الذكية حراس الحي هم من وضعوا هذه الملصقات ها هي مرأة أخرى مع هاتف ذكي مشطوب عليه باللون الأحمر أكثر ما يدهشني في حياة اليهود الحاسديين هو أنهم يعيشون في وسط المدينة الأكثر حداثة في العالم ومع ذلك يعيشون كما لو أن معظم إنجازات العالم الحديث غير موجودة بالنسبة لهم لا يهتمون في هذا المبنى كانت سينما مشهورة وتم تحويلها إلى كنيس هنا لا توجد سينما لا يسمح لك بالذهب إلى السينما عندما كنت طفلا كنت أذهب إلى السينما في تايم سكوير أحيانا بمفردي وأحيانا مع الأصدقاء وللقيام بذلك في كل مرة تحتاج إلى خطة عرب أرتدي الهودي ونظرة سوداء والشيء الرئيسي هو الدخول سرا إلى متر الأنفاق لأنه هناك القليل من الحاسدين وكنت أخمن بأي قطار أنفاق سيكون الحاسديون أقل خوفا من مقابلة أحدهم هناك كنت أشعر بالحرية لا أعرف لماذا الذهاب إلى السينما كان رائعا وبما أنها مغلقة فلن يكون هناك حاسديون هناك يمكنك الاستمتاع بالفيلم والفشار وعدم التفكير ولا تفكر إذا رأىك أحد الحاسديين تفعل كل هذه الأشياء الفضيعة مثل أكل الفشار وشرب المشروبات غير كوشير ومشاهدة الأفلام لا أعرف لماذا لا يحبون الأفلام إنهم يعتقدون أنها أشياء فضيعة وسيعة لذلك كنا نختبئ حين كنا نفعل ذلك لا أعرف لماذا لا يحبون الأفلام حقا اصنعوا أفلاما يهودية للحاسديين ما المشكلة ولكن لماذا لا توجد أفلام حتى لا توجد مقاطع فيديو للحاسديين لديهم حتى كاميرات كوشير بدون خاصية الفيديو هذا أحد متاجر المفضلة متجر هواتف كوشير هل تعلم أن هناك هواتف كوشير؟ مثلا رأيت آيفوني أما عند الحاسيد في ويليامزبورغ يحملون سامسونج همزح لا يملكون الهواتف الذكية يستخدمون الهواتف القابلة للطي فقط رسميا لا يمكنك امتلاك هاتف ذكي لكن هل ترى تلك الهواتف التي تحمل شعار الكوشير؟ هذه ليست هواتفا بسيطة إنها هواتف ذكية متوافقة مع معايير الشريعة اليهودية أي ليس بها أنترنت وحتى بدون كاميرات وبشعار الكوشير أي كاميرا بدون فيديو انترنت وبدون واي فاي مرحبا هل يمكن أن أسألك لماذا تستخدم هاتفك؟ أتحدث مع من سأدرس معه بعد ربع ساعة هل توجد تطبيقات يهودية خاصة؟ إنه فقط للتواصل التواصل مع الناس لدي كتاب صلاة وكتاب مزامير وكتبا يهودية أخرى ماذا أيضا؟ إنها محاضرات لمعلم حاسدي حول فلسفة لوبافيتش الحاسدية هذا كل شيء هل تشاهدون اليوتيوب؟ ليس كثيرا لماذا لا تشاهدوا؟ ليس أننا لنشاهد وإنما لدينا الكثير من الأشياء الأخرى لنفعلها لم يتم إخبارنا بوجود الانترنت هم حاولوا بشتى الطرق إخفاءه عننا كانت هناك ملصقات في المدارس حول مخاطر الانترنت لكنها لم تكن للأطفال بل للكبار بها كتبوا أن الانترنت ضار وأنه يجب علينا الابتعاد عنه وكل هذا الهراء لهذا السبب بدأت أستكشف أجهزة الكمبيوتر طبعا كان صعبا لكن لدي تعطش قوي في ذلك الوقت للمعرفة لذلك كنت أستعر الكمبيوتر من الآخرين بصراحة لم أعرف معنى الانترنت اعتقدت أنه مجرد برنامج لم يكن لدي أي فكرة عنه كنت أنقر على كل شيء الإعلانات وإلى آخره أنقر وأدرس كل ما يمكن العثور عليه في الانترنت لأنني كنت أرغب في المعرفة إذا رأيت إعلانا غير مهم أنقر وأتطلع على المعلومات لذلك لدي الكثير من المعلومات العشوائية في رأسي الآن شيء طريف لكن هذا هو الواقع أود أن أقول إن هذه القصة جعلتني أفهم الكمبيوتر أي هي أحد الأسباب لذلك الآن لدي الكثير من المعلومات معلومات عشوائية في ذهني لكنها كثيرة فعندما تكون محروما من شيء فأنت غالبا تحاول أن تستكشف ذلك الشيء نفس الأمر كان يحدث لي مع الانترنت عندما كنت من طائفة الحاسدين هذا هو مكتبي أقضي حياتي كلها هنا لدي شركة آيتي حيث أقدم عن طريقها الدعم لمختلف أجهزة الكمبيوتر المخصصة أقوم بمسح يدي لدي شريحتان في يدي واحدة هنا وواحدة هنا واحدة على الذراع بجوار هذه العظمة أستخدمها للحصول على الإذن عموما يمكن تأمين الكمبيوتر باستخدام NFC لقد زرعت الشريحة الأولى عندما كنت حاسيدا أقصد كنت أشبه لم أكن حاسديا كنت أشبه الحاسدي لم أكن حاسديا حقيقيا بعض المجموعات الحاسدية تخشى تكنولوجيا من يعرف ما يمكنك رؤيته على الانترنت لسنا قلقين بشأن السوء المحتمل نحن سعداء لأننا نستطيع فعل الخير كان موقف حاخامنا لوبافيتش هو الاستفادة من كل التكنولوجيا التي لدينا لنشر اليهودية لقد فكر في الأمر بشكل مختلف هذا مركز لوبافيتش العالمي للاتصالات أراد أتباع الحاخام في جميع إنحاء العالم الاستماع إلى خطبه ولكن في السبعينيات لم يكن هناك انترنت ولكن كانت هناك خطوط الهاتف وكان بإمكانك الاستماع إلى خطبه من جميع أنحاء العالم كان الأمر متطورا بالنسبة لذلك الوقت لم يكن راديو كان يتصل الشخص ويستمع إلى حاخام أليس كذلك؟ هذا هو الأمر بالضبط فكرة الحاسدين التي تميزهم عن اليهود العاديين هي أن لديهم حاخاما يجتمعون حوله في أي منزل أو خباد تأتي ليه ستكون هناك صورة معلقة للحاخام إنه أقرب إلينا من الجد فهو كرس حياته لتعليمنا ونحن ممتنون له لدرجة أنك سترى العديد من صوره في كامل منزلنا شيء تجده في كل منزل هنا إنه شيء ضروري كل هذه العلامات على خريطتي هي مجموعات مختلفة وبدأت تفعل نفس الشيء تسمى كل مجموعة على اسم المكان الذي نشأت فيه مثلا إذا أتيت إلى مجموعة لوبوفيتش وطلبت تعريفك على ثقافتهم فلن تحصل على شيء لأننا لا نملك ثقافتنا الخاصة ولكن إذا مشيت في الشارع فسترى الثقافة البولندية أي المجموعة التي أتت من بولندا وبعد بضعة بنايات سترى الثقافات اليمنية لأنهم أتوا من اليمن اليهود ليس لديهم ثقافة لأنهم مستقروا في جميع أنحاء العالم وهذا الشيء الوحيد هو فكرتنا في جلب الجنة إلى الأرض وتوحيد العالم لهذا دعان الله بالشعب المختار هذه هي الصحف والمجلات التي اعتادت عائلة قراءتها إذا نظرت إلى الصحيفة سترى مقالا عن وكالة المخابرات المركزية وهذا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولكن المدهش هو طريقة كتابة هذه القصص وسأريك إعلانا يتعلق بالمؤتمر دعني أريك أكثر ولكن الغريب هنا لا توجد صور حتى لو كانت هناك صور فهي من مسافة بعيدة الحسيديون يتحكمون في المعلومات التي تصدر عنهم وبالعكس المشكلة الرئيسية هي أنه للحفاظ على ثقافتك ودينك عليك منع التأثير الخارجي لأنه خطير جدا مثلا مجموعة ستمار الذين نجوا من المحرقة وجاول بروكلين قالوا إنهم لا يتثقون بأحد لأنهم مروا بتجربة سية فمثلا إذا كنت تعرف تاريخ في المجر تم إرسال ستمائة ألف يهودي مباشرة إلى المعسكر أوشفيتس لذلك يقولون أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على ثقافتنا وديننا هي عزل أنفسنا المجموعات الحسيدية معزولة لأن السلطة تريد ذلك السبب أعتقد للحفاظ على السلطة التعليم العالي ممنوع التواصل مع أناس من الديانات الأخرى ممنوع أيضا والمشكلة الكبرى هي أن هذا العزل يؤدي إلى المشاكل النفسية حيث أن كل شخص مختلف يصبح مصدر تهديد لك لقد مرت سبعون سنة على المحرقة وحان الوقت للانفتاح وأن نتعرف ونعترف بأن الأمر لا يتعلق بتديوننا فالرب يقول أريد أن يكون هذا العالم واحد والسماويا ونحن هنا لتلبية طلبه وليس الأمر متعلقا برغبتنا في أن نكون متدينين ونذهب إلى الجنة فهمت الفرق أعتقد هذا صديقي اليهودي الحاسدي من بابواغينيا الجديدة لدي أخت من أستراليا اعتنقت اليهودية منذ ثلاث سنوات وفق الشريعة اليهودية يمكنك اعتنق اليهودية ولكن هذا ليس أمرا سهلا نحن الدين الوحيد الذي لا يحاول جذب الجميع ولكن إذا جاء أحدهم وقال أريد أن أصبح يهوديا نقول له نحن آسفون وإذا عاد بهذه الطريقة ثلاث مرات وأراد بصدق أن يصبح يهوديا فستبدأ عملية اعتناق مدتها سنتين وتحت إشراف الحاخام تختلف لوبافيتش عن غيرها من الحاسيد في أنها تعمل على الأعمال التبشرية أي تدعو يهودا جدد إنهم يبشرون الأمر ليس مثل الاشتراك الشهري إنها عملية صعبة وطويلة حيث في النهاية تمر بتقوص الحمام وبعد ذلك تخرج يهوديا أي تولد من جديد وتصبح روحك يهودية تسمى هذه دبابة ميتسفا لنفترض أن هناك يهوديا في نيويورك ليس لديه صناديق سوداء في منزله التي أراها لك أليكساندر هذا هو التفلين الذي يتم ارتداؤه على الرأس في الصندوق الجلدي توجد لفائف مكتوب عليها النقاط الرئيسية من أسفار موسى الخمسة عندما تربي طفلا فأنت تحاول رفع مستوى سعادته الطفل من عمر سنتين إلى ثلاث سنوات يستمتع بالذوق واللمس ثم يستمتع بالشعور بالنظافة من سن ثمان إلى تسع سنوات تأتي المتعة من القصص أو الأفكار أو الأحاجي ومن سن الحادي عشر إلى الثاني عشر تأتي الموسيقى ما نوع الموسيقى التي تسمع؟ موسيقى يهودية الحان يهودية هل هو شيء تقليدي؟ يعني شيء من عادتكم؟ نعم موسيقى حاسدية قديمة إذن مشغلة الـ MP3 مسموح بها طبعا مع قيود مثلا بطاقة ذاكرة ممنوعة لكي لا تغير الموسيقى تم لسق بطاقة ذاكرة بحيث لا يمكنني تغيرها يمكنني أن أريك وبها فقط موسيقى يهودية أجل أجل أو محاضرة يهودية كيف تبدو الموسيقى اليهودية؟ لم أسمعها من قبل بعضها تقليدي وبعضها مختلف الأغاني عن ماذا؟ مختلفة بعضها عن آيات من الكتاب المقدس وبعضها مجرد ترانيم عن ماذا؟ عن الحب أو الحياة؟ للأسف ليس عن الحب وإنما عن الحياة أجل موسيقى جارب الاستماع لبعض الموسيقى الحسدية وبعدها فكر إذا كنت تريد الاستماع إليها في الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر هل تستمع إلى موسيقى الراب أمير روك الحسدي؟ ليس كثيرا هذا مغني راب يهودي مشهور موسيقى وولدت في أوديسا وولدت في بروكلان صنعت في أوديسا وولدت في بروكلان جميل أوديسا مدينة جميلة كانت لدي مجموعة صغيرة من الموسيقى غير اليهودية على مشغل MP3 مخفي وكان ذلك كل ما يمكنني تنزيله لأنه لم يكن لدي كمبيوتر في ذلك الوقت قمت بتنزيل كل ما أستطيع العثور عليه استمعت إلى نفس الموسيقى مرارا وتكرارا لعدة سنوات دون إضافة أي شيء كنت أستمع إلى الكثير من كاتي بيري أنا لا أمزح كان لدي عدة ألبومات لا هذا ما عثرت عليه وأدركت أنها تحظى بشعبية كبيرة في الحقيقة لا أعرف عدد ساعات الاستماع إلى الآن ما زلت أحاول معرفة الموسيقى التي أحب ولا أعرف لكن أعرف أنك تعلم من هو كاني وست من؟ كاني وست لا تعرفه لا أعرفه لا لا باريس هيلتون لدينا مشاهير يهود طيب براد بيت لا نعرف أي منهم لا عندما نكبر لا نعرف شيئا عن هوليود والمشاهير وصناعة الأفلام عموما لا يسمح لنا بمشاهدة أي من هذا الأفلام أو المسلسلات الأطفال هنا لا يعرفون أي شيء عن الأبطال الخارقين ولا عن سبونج بوب ولا باتمان أيضا لديهم نوع مختلف تماما من الترفيه الأطفال تحت حماية صارمة عندما نكون في مناطق الحاسيد يراودك شعور وكأنك في روضة أطفال حقيقة وكأنك في روضة حولك أطفال أطفال وأطفال أكثر من نصف الناس في الشارع هم من الأطفال الصغار هذه ابنتي شينة وزوجتي ريفكا هذا منحيم ميندل على اسم الحخام إبراهيم سيفي حنة أين إنكو؟ آه إنكو في المحل عندك خمسة أطفال لا أضف اثنين أي سبعة بالمجموع صحيح؟ نعم وهذا الرقم نهائي الله أعلم عائلاتنا كبيرة مثلا حماتي هي واحدة لديها خمسة عشر طفلا وهناك عائلة بها ثلاث وعشرون طفلا كتبت عنها الصحف حيث سأل الصحفي فتاة مراهقة عندما تتزوجين هل تريدين مثل هذه العائلة الكبيرة؟ فقالت أوه لا ستة عشر يكفي برأيك أنا مجنونة ستة عشر سبعة عشر مناسب أهلا تعالوا يا رفاق حسنا رسميا وسائل منع الحمل محظورة هنا ولهذا السبب يوجد الكثير من الأطفال ولكن لأن الأسرة هي مهنة المرأة الحقيقية فإن إن جاب أربعة أطفال يشبه الذهباء إلى الكلية عندما تكون لديك مهمة عمل الجنة في الأرض فأنت تحتاج إلى المساعدة لو كنا لوحدنا مع زوجاتنا فكيف سنتعامل مع الأمر؟ لذلك نحن بحاجة إلى قبيلة أو عائلة ضخمة لديهم الكثير من الألعاب هنا وجميعها كوشير أي لا باربي ولا مكياج هذه مجموعة من التمثيل التي تصور الأم لأنه لا توجد نساء بلغات لن يصبحن أمهات أي تتزوج وتصبح أم التمثيل لديها كل شيء لذهاب إلى الكنيس فقط تتزوج المرأة وتصبح أم وهذه ماركة أخرى التي تمثل العائلة بالكامل عندما كنت في المدرسة كان لدينا بعض الكتب المدرسية التي كانت تحتوي على رسومات مشطوبة باللون الأسود وتحت تلك الرسومات كانت هناك فتيات ما زلت لا أفهم لماذا تم تشطيبهم؟ فإنها كتب للأطفال فإذا نظرت بشكل مدقق سترى أنهم مجرد أطفال فكانوا يغطون تلك الصور لم يكن هناك أي شيء غير لائق للأطفال لكنهم يتخذون حذرهم بشكل كبير ما زلت لا أفهم الأمر هناك تمييز كبير بين الجنسين في كل جانب من جوانب الحياة هنا يعلمون الرجال عدم النظر إلى النساء عندما يتحدثون أنت لا تعرف كيف تتعامل مع النساء قبل الزواج هذه من الأمور التي يتعلمونها منذ الصغار نحن لن نتواعد قبل الزواج في اليهودية هنا ومدارسنا منفصلة مدارس البنين ومدارس البنات كل الحياة الاجتماعية هنا منفصلة هل تعلم؟ بل مميز في المعابد اليهودية هناك تقسيم بين الرجال والنساء اليهود الليبراليون يقولون انظروا إلى هذا هذا عنصري عندما لا يمكن للنساء والرجال الجلوس معا ولكن في الواقع إنه العكس يقول الرب عندما يجلس الزوج والزوجة معا فهم يتحدثون معا وليس مع الرب وفي الحقيقة أنت تعرف مدى عدم الارتياح الذي يمكن أن يكون عندما يتحدث الزوجان ويقاطعهم شخص آخر لذلك يقول الرب إذا أردت أن تتحدث معي تحدث معي ولكن إذا كنت تجلس مع زوجتك وطفلك فتحدث إليهم لذلك هناك حدود يعتقد الكثير أنه إذا كبرت هنا فأنت تحلم فقط بالهرب لكن حقيقة أنت تحلم بزفاف كبير في صالة المدرسة القاعات هنا ضخمة جدا لقد تزوجت في مدرستي ورؤية حفلات الزفاف في نفس المكان الذي تدرس فيه أمر ملائم لأنه يتناسب مع ما يدور في رأسك من الصغر ترى المرأة نفسها عروسا وأنها ستكون زوجة وسيكون لديها الأطفال الكثير من الأطفال عندما نكون مستعدين لدعوة شخص آخر إلى حياتنا ليس فقط للاستمتاع بصحبة بعضنا البعض ولكن لكي نصبح واحدا كمجموعة نحن نبحث عن عروس أو عريس ولا نضيع وقتنا في المواعدة فقط ننظم لقاءات لنرى ما إذا كنا نريد الزواج لكننا لا ندخل في علاقة قبل الزواج عادة نتصل بالخطابة ونقول أنا مستعد للزواج هل من أحد مناسب وتشرح ما هي قيمك ونوع الحياة التي تريد بعدها هي تبحث وتقترح وإذا وجدت خيارا مناسبا فتلتقي وتناقش الموضوع إن كان الزواج مناسبا لك فبعدها نسأل عند المعارف عن السمعة والوضع وإذا كانت تتطابق قيمهم مع قيمنا وأيضا من تكون عائلتهم ونتواصل باستمرار عن طريق الخطابة أو مثلا بنت العم إذا كانت هي من عرفتنا بهم وهكذا حتى لا يصبح الأمر شخصيا جدا ويبقى دايما خيارا أن تقول لا أي لا تربط نفسك بشيء معين لا نحتاج إلى أكثر من أسبوعين ولكي يتضح إن كان العروسان مناسبان لبعضهم البعض هكذا يتم الأمر يبقون بعيدين عن بعضهم البعض هناك دائما وسيط بين الإثنين الأمر بسيط وليس معقدا ولا يحتاج إلى كثير من المواعدة وهذه الأمور التي نرى الآن بعد كل هذا لا توجد أخطاء لا يمكن أن تتزوج شخص الخطأ اترك الأمر على الرب إذا حدث طلاق بين شخصين فهل هذا يعني أنه زواج خاطئ حتى لو كان لديهم أطفال لا أبدا ليس كذلك هذا هو قدرهم أي كان عليهم الزواج لفترة زمنية معينة لا يمكن أن يكون للأطفال خطأ أي لا يمكن التأثير على ولادة أحد لكل شيء ما ساره في هذه الحياة عندما تتزوج المرأة يجب أن تغطي رأسها يمكنها القيام بذلك بارتداء قبعة أو حجاب لكننا نستخدم الشعر المستعار في كثير من الأحيان تبدأ المرأة المتزوجة في تعطية رأسها وإذا كانت ترتدي الحجاب فهي أكثر تديناً من المرأة التي ترتدي الباروكة فقط هذا هو الاختلاف تكون أكثر تديناً بارتداء الحجاب يبدو حقيقياً لأنه مصنوع من الشعر الحقيقي لا توجد قواعد بشأن الطول واللون والأناقة لا قواعد الشيء الأهم أن يكون الشعر مغطاً فالأمر ليس مشكلة الجمال والتواضع لا يتعرضان يتعلق التواضع بالتسطر جيداً يخبرنا الرب عن الأجزاء التي يجب تغطيتها وأيها لا يجب تغطيته كم عدد الباروكات عندك؟ لدي ثلاثة للتنويع بين الفترة والأخرى سعرها بين ألف ومائتي إلى ستة ألاف دولار معظم النساء هنا يحلقن رؤوسهم أنا كنت أحلقه لخمس سنوات أي لا ترى شيئاً فلا فرق بذلك قبل الزفاف تذهب إلى مدرسة العرسان الحسيد حيث يدرسون فنون الحياة الزوجية يتعلمون عن الزواج وماذا عن اللباس؟ من الضروري تغطية الرأس لرجال الكيبة والنساء الحجاب الكيبة تغطي رأسك وتذكرك أن هناك فوقك دائماً مراقبة إذن تلبسها دائماً نعم باستثناء صالون الحلاقة هناك أخلعوة وفي الحمام أجل في الحمام وفي المنام لا أخلعوة ولكن إذا سقطت لا مشكلة نرتديه كجزء من التقاليد اليهودية هذه ليست كيبة هذه قبعة بيسبول ولكن أرتدي الكيبة عندما أذهب للخارج لأنني فخور جداً بتراث اليهود بصراحة لا أعرف التفسير الديني لارتداء الكيبة من الأفضل أن تسأل الحاخام عن ذلك لأني لا أعرف أعرف فقط إن حكمتنا ستسقط من رؤوسنا إذا لم نغطي وهذا تفسير غريب لذلك لا أعرف تحديداً يبدو هراء بالنسبة لي صحيح أنها شيء مهم من التقاليد وهذه حقيقة لا أنكر ذلك ولكن تفسيرها الحقيقي لا أعرفه الحقيقي أقصد في الشارع تجد نفسك وكأنك في الماضي وكأنك في فيلم قديم وهذا كله غير عادي خاصة في نيويورك لكن هذه المجموعات الحاسدية هذه هي وهذه هي حياتهم حياة محافظة وما زالت تحتفظ بكل تقاليدها القديمة لم تغيرها وما زالت تحتفظ بها بشكل قوي إنهم يواصلون ذلك وينقلونه من جيل إلى جيل يعلمون أبناءهم تلك الأشياء ويحاولون أن يحافظوا عليها يرتدي الرجال قبعات من الفرو في عطلة نهاية الأسبوع هذه عادة قديمة وفقاً للكتاب المقدس هناك خمسة أماكن من الوجه لا يمكنك فيها قص شعرك فينمو فيها الشعر ويتحول إلى خصلات أتذكر المرة الأولى التي ذهبت فيها لشيري ملابس عصرية كانت معضلة في اختيار اللون كنت أعرف أن والداي سيقبلون الأسود لكني أردت شيئاً أكثر إشراقاً وأكثر بارجاً ولكن في النهاية اشتريت الأسود والرمادي لإرضاء الجميع والداي والجميع لقد دارت شيئاً مختلفاً لكن العادات والتقاليد الدينية لنا تمنعنا من ذلك كل ما يبيعونه مناسب وعصري أكمام طويلة تغطي الركبتين لكنها ما زالت جميلة يجب إغلاق الكفين والركبتين لا يمكن لبس البناطيل فقط تنانير أو فساتين لا بناطيل لماذا؟ أعتقد لأنها تظهر شكل الجسد فهي ليست محتشمة ولأنه على المرأة ارتداء اللباس النسائي والرجال يرتدون لباساً رجالياً فالسراويل تعتبر رجالية فلذلك لا نلبسها حتى لو كنت بمفردك في الغرفة ارتدي ملابساً محتشمة لأن التواضع يتعلق بهويتك إنه اعتراف بأنك لست مجرد كائن مادي وأن لديك روحاً بداخلك الأمر لا يتعلق فقط بما يره الناس في الخارج هذه كعكة بداخلها شوكولاتة وهي دائماً موجودة في متجر الكوشير هناك علامة كوشير هل ترى العلامة؟ إنها دائرية عموماً هنا أربع علامات تدل على الكوشير والبعض يثق في علامات معينة فقط إذا وضعت أربع علامات على منتج فسوف يناسب الجميع كوشير يعني حلال أي يتوافق مع شرع الرب في كل مطبخ يهودي كوشير هناك دائماً اثنان موقدين حوضين مايكرويفين وغسلتين أطباق أيضاً هذا لأننا في مطبخ الكوشير نفصل بين اللحوم والحليب نحن ننظم منازلنا وفق توعد الشريعة اليهودية وفي شريعة تنص على عدم خلط اللبن واللحوم وأنه يجب طهيها بشكل منفصل وتناولها بشكل منفصل أيضاً لذلك دائماً مجموعتان من الأواني والأطباق وأدوات المائدة هكذا هو المطبخ اليهودي لذلك لدينا زوج من كل الأطباق والأواني المطبخية هذا حمص وهو أكلة تقليدية هنا لدينا الكثير من الأطباق التي ليست مشهورة في أمريكا ولكنها معروفة في أوروبا الشرقية أي ما أكله أجدادنا هناك مثلاً السمك المملح يأكل عادة في صباح يوم السبت بعد صلاة الكنيس الحشرات أيضاً ليست كشار لذلك عند شراء الخضار والأعشاب تحتاج إلى غسل كل ورقة بشكل جيد حتى لا تكون هناك حشرات لأنه لن يكون حلالاً شخصياً ليس لدينا أي شيء أو مشكلة مع خلط الحليب واللحوم ولكن حبنا لرب وشريعته أكثر لذلك إنه شرف كبير أن أتبع هذا النظام الغذائي في حياتي الأمر يتعلق بمن تفعل هذا العمل لأجله لذة الحياة ليست فيما تفعله وإنما لمن تفعل ذلك هكذا تأتي البهجة والسرور إلى حياتك نتبع كوشير ليس لأننا نعتقد أنها فكرة جيدة وإنما لأن الرب طلب ذلك هل تريدين المباركة؟ أجل يتعلمون المباركة من سن ثالثة أو الرابعة هم يتدربون باستمرار نبارك دائما قبل أن نأكل قبل أي أكل هناك مباركة خاصة هل تريد مباركة؟ مباركة الفاكهة مختلفة ومباركة الخضروات مختلفة أيضاً لنبيذ أيضاً مباركة خاصة إذا أكلت شيئاً لأول مرة في الموسم فهناك مباركة خاصة أيضاً وهذا كله للوعي إنه بحق حمد للرب على كل نعم التي نعيش فيها لأن هناك الكثير من الأشياء اللاوعية في حياتنا نحن فقط نركض ونركض ولا نهتم ولكن علينا التمهل والتفكير في الأمر ماذا نفعل؟ ولمن نفعل ذلك؟ هل تسمعون صوت صفارة الإنذار؟ إنها ليست غارة جوية وإنما صفارة الإنذار تعني أن اليوم يوم السبت وقد بدأ منذ هذه اللحظة هي مسموعة في جميع أنحاء المنطقة أي أن كل محلي سيسمعها ويفهم أنه يجب عليه إنهاء كل شيء والبدء في أداء مناسك السبت هل صحيح أنكم في يوم السبت لا تستخدمون السيارة أو الهاتف؟ هل هذا صحيح؟ أجل لا شيء حتى الطبخ لا نطبخ لأننا نجهز كل شيء يوم الجمعة فماذا تفعلون بقية اليوم؟ ماذا نفعل؟ هذا سؤال جيد الجميع مشغولون بشيء الأطباء يعالجون والبنات يبنون والعلماء يدرسون لكن السؤال هو لماذا نحن جميعا مشغولون؟ مشغولون جدا ماذا نريد أن نحقق؟ ماذا لو لم يمرض أحد بعد الآن؟ ماذا لو كان للجميع منزل إذ لم يكن هناك من يحتاج إلى المال؟ ماذا سنفعل إذا لم يكن هناك حاجة إلى اتخاذ القرار؟ لم يخلق الرب العالم ليبقينا مشغولين طوال الوقت فهناك سبب آخر لخلق العالم نحن نحتاج إلى وقت للتوقف عن الانشغال وليس من المخيف أن نفكر ماذا سيحدث إن لم نكن مشغولين؟ فنحن في هذا العالم لدعم بعضنا البعض لذلك لنستمتع بالتواجد معاً ماذا نفعل يوم السبت؟ نستيقظ ونتناول الإفطار معاً نفهم الحياة بشكل أكبر وأعمق ونصلي أيضاً يمكنك الجلس هناك؟ هذا مكان والدي حسناً لماذا لا يمكنك ذلك؟ حسناً سأشرح لك هذا مكان والدي وهذا مكان أمي شيء آخر يطلبه الرب منا هو إكرام والدينا وهذا بعدم الجلوس في مكانهم عدم تسميتهم بالإسم البحث عن طرق اللي جعل حياتهم أسهل بكثير إذا كانوا يحملون حقائب مثلاً فتأخذها منهم وتحملها وتساعدهم يريدون الشاي مثلاً أو الماء تركض وتحضره لهم تعلم في المنزل اليهودي الأم هي التي تحدد النغمة الأم اليهودية تعامل زوجها كملك على المنزل ومعاً يصنعون توازناً مثالياً وجميلاً ماذا تفعل الجدات مثلاً؟ الأمهات والأطفال الكبار لكل واحد مكانة خاصة في الأسرة نسمح للكل بأن يكونوا على طبيعتهم الأم أماً الأب يكون أباً والأخ أخاً وهكذا الكل بمكانه يعني لكل دوره الخاص نعم أنت ستكون دائماً جزءاً من العائلة أي أن الطفل لا يستطيع ترك والديه مثلاً هذا هو حال اليهودي أي أنك مبارك وهذا رائع شيء جميل نحن عائلة واحدة ولا يوجد شيء يمكن أن يدمره العائلة بالنسبة لنا هي الأساس قلة قليلة من الناس يغادرون المجموع لأنهم تزوجوا مبكراً وخلفوا أطفالاً حتى إذا أصبح نماط حياتهم أكثر حداثة هم لا يتركون المجموع طبعاً لا يمكنني الجزم بأنهم منعدمون لكن عدد الحالات قليل جداً هل من الصعب ترك المجتمع؟ صعب جداً فأنت مرتبط كثيراً أنا ما زلت أعيش في المنطقة الحاسيد وعندي أصدقاء هنا لكن لست في المجموعة أعني أنا لا أمارس أي شيء ديني حالياً هكذا أعيش أنا ولكن هناك نقطة إذا كنت يهودياً فأنت يهودي حتى لو لم تكن تمارس الدين هل تفهم؟ الأمر أشبه بالحم المرأة تبقى مرأة إن كانت حامل أو لا نفس الشيء ينطبق على اليهود هاسف من المثير للاهتمام أن آري ترك المجموع لكنه في نفس الوقت ما يزال يعيش في المنطقة وهذا حتى بعد أن اضطر لتغيير شقته لأن الحسيد غرباء اكتشفوا بطريقة ما عنوانه وبدأوا بزيارته لتحدث معه ومحاولة إقناعه برجوع إلى المجموع هذا ما حدث معه ويحدث معه حالياً الفرق بيننا وبين المجموعات الأخرى هو أننا لا نرفض الشخص إذا كان غير راض وحتى لو خرج من المجموع على سبيل المثال فنحن بالعكس نحاول إعطاءه وقتاً للتفكير وندعمه في ذلك هكذا نعالج الأمر عادة إذا كان أحد الأزواج غير راض فهنا العائلة لا تكون ضدك ولكن في حالتي كرهتني حماتي بسبب ذلك وأرادت أن ينهار الزواج لا أعتقد أنني تركت المجموعة لولا العوامل التي حدثت أشياء كثيرة جعلتني أفعل ذلك أشياء كثيرة اجتمعت في نفس الوقت استخدام الإجبار ليس حلاً مثالياً لأنه لحل المشكلة يجب التعمق ومحاولة إيجاد السب الرئيسي أي إذا نشأ الطفل مع مفهوم يجب عليك فهذا نهج خاطئ الانتقال من الحياة الأسرية إلى العيش المستقل كان تدريجياً يعني حدث بمراحل بطية في البداية غادرت ثم عدت لفترة قصيرة بعدها عدت وغادرت من جديد أحببت أن يكون لدي مساحة خاصة لم أحب الأمر في سابق لأني كبرت في بيئة حسدية مراقبة دائماً مع من تتواصل في المدرسة مثلاً وكل شيء حول حياتك يكون مراقباً أما الآن فلا مكان لتدخل الغرباء في حياتي لا أعلم أشعر أني مؤمن بشكل ما يعني هذا مكان أشعر فيه بالأمان أكثر من أي مكان آخر في السابق وأشعر بحرية أكبر الحياة خارج المجموعة بدت لأصعب مما تصورت لكن على الأقل لا أندم ولكن هناك شعور بالوحدة لأنك تعيش بدون إخوتك وفي منزل فارغ أي هناك إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت بصراحة كل ما سمعته اليوم بدأ جديداً علي صدقاً من الصعب أن أفهم بعض الأشياء مثلاً تقديس الحاخامات في الشفق وتعليق صورهم أيضاً الكثير من الأشياء والعادات التي رأيتها لم أفهمها بصراحة يحافظون على تقاليدهم بشكل مميز هنا سيطرة محكمة للغاية على جميع جوانب الحياة شغلت الموسيقى من جديد التحكم الكامل في جميع جوانب الحياة يؤدي إلى قلة وقت الفراغ ولا يبقى شيء غير خدمة الرب يتميز اليهود الحاسديون بالسعادة والبهجة لأنهم بدل التركيز على أنفسهم ركزوا على عبادة الرب وحماية عائلاتهم وأطفالهم إذا ذهب رجل إلى الكنيس وصل ست ساعات في اليوم بعدها عاد إلى المنزل وتوصل بشكل سيء مع زوجته فما الهدف من الصلاة الهدف هو أن تعود إلى المنزل وتكون جيداً مع زوجتك وأطفالك هذا هو المهم كما لاحظت جيداً نحن لا نميز الأمور على أنها سوداء أو بيضاء لا يوجد أبيض وأسود هناك العديد من الظلال أشياء في الوسط أشياء كثيرة لا نعتبرها من اليمين أو اليسار نحن نزل الأمور بشكل مختلف لذلك نعيش حياتنا بهذا الشكل نحاول أن نوافق بين جميع الأمور التطرف هو أمر نرجسي للغاية وشيء سيء ولهذا السبب توجد العديد من المشاكل في التاريخ لكل دين نسخته المتطرفة وإذا انتشر التشدد انتشرت المشاكل ليس عليك عمل شيء فقط للذهاب بالنهاية إلى الجنة قم بعيش حياتك الدنيا بكل كرامة وفعل الخير سر التصوف اليهودي هو إخبار العالم أن تشدد أسام وخطير والذي يؤدي إلى العنف لذا رسالة إلى العالم اليوم لا تكون متشددان إذا كانت لديك القدرة على فعل الخير لشخص ما فافعل ما تستطيع وهكذا نحن نرضي الرب وليس لدخول الجنة فقط خلاصة الفلسفة الحاسدية هي أنه لا تحاول الحصول إلى الجنة حاول إحضارها إلى هنا هكذا نختصر فلسفتنا في الحياة والتدين أنا لأنكر أن مثل هذا النمط من الحياة يناسب الكثير من أفراد المجتمع وحتى أن الأغلبية يحبون هذه الحياة وهم سعداء بها حقا لكل إنسان تصوره عن الواقع وهذا الشيء الوحيد الذي أرغب فيه هو أن يكون للكل الحق في اختيار نمط حياتهم الخاصة وعدم إجبارهم على العيش بأنماط أخرى إن لم تكن تعجبهم لكي لا تكون حالتهم مثل التي في حالة آري وفريدا مثلا التي تظهر قصصهم أنهم تضرروا قليلا من ذلك الأمر ذلك الإجبار والمراقبة لكن اكتبوا لي في التعليقات عن رأيكم سأقرأ تعليقاتكم بكل سرور لأن موضوع الفيديو جديد علي وكان من المثير الاهتمام تصويره وإيضا لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس لكي لا تفوت الفيديو القادم استمتعت برحلة كثيرا وصدمت من محافظة هؤلاء الناس على عادتهم وتقاليدهم في وسط مدينة متحضرة للغاية مثل نيويورك جيوليو من بروكلين نيويورك إلى اللقاء